السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مجالات الدراسة والعمل لخريجي علوم البترول والتعدين هتتخرج مهندس بترول وتعدين من كلية العلوم هتغرف من خلال الفيديو معلومات عن هذه الكلية الكائنة بمطروح تطور فرع طبعا من جامعة اسكندرية في مطروح وهتغرف الحد الادنى للقبول بها المعروف ان البترول والتعدين من المجالات الجاذبة للطلبة للدراسة فيها لان فرص العمل بتكون متوفرة بعد الانتهاء من الدراسة ومن الكليات اللي بيبحث عنها طلبة علم علوم ورياضة على السواء كلية علوم البترول والتعدين وهي الكلية اللي جرى افتتاحها في عام 2017 ضمن كليات تأفر جامعة اسكندرية بمطروح بهدف احداث نقلة نوعية في مجال البترول في مصر خاصة في السحراء الغربية واستغلال ما تظهر به من سروة بترولية وتعدينية هائلة ودوت كما جاء ببرنامج الكلية بتتضمن شروط القبول بكلية علوم البترول والتعدين ان يكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة السنوية العامة شعبة علمي بقسميها علوم او رياضة والحصول على الحد الادنى للقبول في الكلية اللي احنا ان شاء الله هنقوله في اخر الفيديو بتحتوي كلية علوم البترول والتعدين على قسمين القسم الاول جيولوجيا البترول والقسم الثاني جيولوجيا التعدين وفقا لما اوضحه الدكتور احمد سامي عضو سابق بمجلس نقابة المهن العلمية وباحث دكتوراه في العلوم واضاف ان دراسة البترول تكون من ناحية العلمية لمدة اربع سنوات بيدرس فيها الطالب من ناحية الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية وبيحصل على درجة البكريوس في العلوم وجيولوجيا البترول او بكريوس في العلوم وجيولوجيا التعدين ويتم تسجيلهم بعد التخرج في نقابة العلميين بسجيل الاخصائيين العلميين وفيما يخص مجالات العمل بعد التخرج خريج هذه الكلية بيعمل تحت مسمى اخصائي علوم في شركات البترول والتعدين بالاضافة للمناجم والمحاجر وبتتضح مهام وظيفته في استكشاف اماكن البترول في الرقعة التي يبحثون فيها من خلال الاستعانة بمجسمات واجهزة خاصة ومنسمى الدخول في مرحلة تكرير البترول وتنقيةه من الشوائب التي يكشف فيها خصائي العلوم هل البترول مطابق لمواصفات ولا غير مطابق ويمكن كذلك لخريج كلية علوم البترول والتعدين ان يعمل في المراكز البحسية اللي بتستهدف مراقبة نشاط التربة والهزات الارضية بالاضافة لتحت الفرصة امام الخرجين للعمل في مجال تدريس بالكلية او اقسام كليات العلوم الاخرى في جمهورية مصر العربية ولو حابرنا نتكلم برضو عن فرص العمل خارج جمهورية مصر العربية فان طبعا فرص العمل متوفرة جدا جدا في الدول اللي بيكسر فيها البترول زي دول الخليج المعروفة بمرتبتها العالية ما شاء الله اما بالنسبة لتنسيق كلية علوم بترول وتعدين جامعة اسكندرية فرع مطروح فكان في العام الماضي 2021 من قسم علم علوم كان بيقبل 353 درجة بواقع 86 واحد من 10% اما بالنسبة للشعبة الرياضية شعبة علم الرياضة فكان بتقبل من 324 درجة بواقع 79 واثنين من مية في المية وبصراحة شباب الكلية ديت من الكليات الممتازة اللي بتعوض الدراسة في كلية الهندسة الخاصة بهندسة البترول والتعدين يعني انت هتخش كلية العلوم ديت علوم البترول والتعدين هتخرج منها مهندس بترول بالزبط ربنا معاكم ربنا يوفاكم وبالتوفيق والنجاح دائما الى اللقاء انا شايفك يا للسه ما عملتش لايك للفيديو ولا عملت مشاركة وياريت بقى ايه تشارك في القناة وتفعل الجرس على الكل حتى يصلك منها كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة